بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلاب التربية الخاصة مصاري الأعاقة البصرية في المحاضرة الثانية بعنوان مفهوم التوجه والحركة تناولنا في المحاضرة الماضية مقدمة تتحدث عن حاسة البصر بالنسبة للإنسان وتاريخ مهنة التوجه والحركة يتوقع إن شاء الله في هذه المحاضرة أن تكون قادراً على أن تفرق بين مفهومي التوجه والحركة مفهوم التوجه كلمة التوجه باللغة الإنجليزية تساوي كلمة orientation يعرف حل وهو أحد المهتمين ببرامج التوجه والحركة يعرف التوجه بأنه عملية استخدام الحواس لتمكين الكفيف من تحديد نقطة ارتكازه وعلاقته بجميع الأشياء المهمة في بيئته سواء كانت أشجار طرق جبال أنهار تتطلب مهارات التوجه من الفرد أن يجيب عن الأسئلة التالية أين نحن وأين سنذهب وكيف يمكننا الذهاب والوصول للمكان الذي نريد الوصول إليه فإذا افترضنا أن الفرد الكفيف يوجد في هذه النقطة ويريد الانتقال إلى هذه النقطة أو هذه المنطقة فالكفيف في أثناء عملية التوجه يطرح على نفسه أين نحن وإلى أين سأذهب وكيف أو ما الطريقة التي تساعدني في الوصول حتى يتمكن الكفيف من الإجابة على التساؤلات السابقة يجب عليه المرور ذهنيا بسلسلة من العمليات المعرفية وهي أولا الفهم أو الاستيعاب أو ما يسمى بالإدراك الحسي وهي عملية الحصول على المعلومات والبيانات من البيئة المحيطة من خلال الحواس المتبقية الكفيف لديه قد يكون لديه بقايا إبصار أو حاسة السم أو حاسة اللمس يستخدم كل هذه الحواس في الحصول على المعلومات والبيانات ثانيا عملية التحليل وفيها يتم تنظيم المعلومات والبيانات التي حصل عليها وتصنيفها وبناء علاقات ذهنية ثلاثة عملية الاختيار أو الانتقاء وهي عملية اختيار ما تم تحليله من بيانات لتلك التي تناسب ظروف البيئة المحيطة أربعة عملية التخطيط ويقصد بها تنظيم المعلومات على هيئة خارطة ذهنية العمليات واحد واثنان وثلاثة وأربعة هي عمليات عقلية تام نأتي إلى العملية رقم خمسة وهي عملية التنفيذ ويقوم فيها الكفيف بأداء المهمة معتمدا في سيره على الإيماءات أو الإشارات البيئية المناسبة وعمليات الطريقة عملية التنفيذ تمهد أو تعني دخول الكفيف في مهارة الحركة ما المقصود بالحركة؟ الحركة ويقابلها باللغة الإنجليزية موبيلتي تتطلب التناغم والتناسق بين المهارات المختلفة ما المهارات التي تطلبها عملية الحركة؟ مثل التذكر، الدافعية، الثقة بالنفس وكذلك بعض المهارات اللغوية واللمسية والبصرية والسماعية لو نظرنا فأنها تحتاج إلى كل أو أغلب مهارات الكفيف المتبقين عملية الحركة ليست مجرد الانتقال من مكان إلى مكان آخر بل يسبقها أو تتضمن عملية التفكير ومحاولة الربط بين مجموعة من العلاقات بين الأشياء والأماكن التي تتحرك فيها الفرق ومن هنا تأتي أهميتها بالنسبة للطفل الكفيف سهولة الحركة أو صعوبتها تؤثر بشكل كبير على مدى شعور الطفل الكفيف بالأمان وعدم الخوف لذا فإن حركة الكفيف تستلزم الكثير من الحذر والحيطة حتى لا يستدم بالعقبات مما يستوجب رعايته أي الكفيف خارج بيئته خلاصة القوم، عملية الحركة تحتاج من الكفيف حيطة وحذر وتحرك بهدوء الحركة يعرفها هيل بأنها قدرة واستعداد وتمكن الشخص من التنقل في بيئته إذا كانت عملية التوجه التي تكلمنا عنها سابقا تمثل الجانب العقلي فإن عملية التنقل تمثل الجهد البدني المتمثل في الآداء السلوكي للفرد وتعتبر مشكلة الانتقال من مكان إلى مكان آخر من أهم المشكلات التكيفية التي تواجه المعاق بصرية وخاصة كفيف البصر كف كل ولذا يعتبر إتقاني لمهارات فن التوجه والحركة من المهارات الأساسية في أي برامج تعليمية تقدم للمعاقين بصريا إذن يمكن القول أن كل من عملية التوجه والحركة أو مفهومي التوجه والحركة مفهومين متكاملين متلازمين هناك عملية التفكير تبدأ أولا ثم عملية انتقال من مكان إلى مكان آخر العملية الأولى هي عملية التوجه العملية الثانية هي عملية الحركة هذه الشريحة تعرض مقارنة بين مفهومي التوجه والحركة ما المقصود بالتوجه هي عملية تعني استخدام الحواسي لتمكين الكفيف من تحديد نقطة ارتكازه وعلاقته بجميع الأشياء أما الحركة فتعني استخدام الشخص ومقدرته على التنقل في مجال ما أو في حيز ما عملية التوجه تمثل الجانب العقلي وتحتاج إلى عمليات أو مهارات الانتباه والتركيز وإدراك العلاقات عملية الحركة تمثل الجهد البدني والعضلي المبزول الذي يقوم به الكفيف عملية التوجه هي عملية استعمال الحواس بهدف تحديد وضع الشخص في البيئة وعلاقته بالأشياء الأخرى أما عملية الحركة فهي مجموعة المهارات الحرقية التي يحتاجها الكفيف للانتقال في البيئة من مكان إلى مكان آخر عملية التوجه أو مهارة التوجه تسمح للكفيف بالإجابة عن ثلاثة تساؤلات وهي أين نحن وإلى أين سنزع وكيف يمكننا الزهاب عملية الحركة تعني التنقل بأمان في البيئة الخاصة بالفاتح وشكرا لكم